المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصل الإنسان صلاة بصلاة إلا أن يخرج أو يتكلم هذا من حديث معاوي رضي الله عنه ولذلك الإنسان إذا انتهى من الصلاة يكره له كراهة شديدة أن يقوم فيصلي مباشرة مثل ما يصنع بعض الناس الآن نشوفهم في المساجد يسلم الإمام يقوم مباشرة ويأتي بالسنة هذا غلط هذا وقوع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام و الكراهة شديدة بل بعض العلم حرم ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن هذا أهلك من كان قبلنا لأنهم خالفوا الأنبياء خالفوا الأنبياء فالشخص الذي ينتهي من الصلاة لا يقوم يصلي مباشرة لا يأتي بالأذكار يأتي بالتسبيحات والتهليلات وإذا أبى عنده شغل أو عنده شيء يطلع يتحرك يعني يخرج خارج المسجد يصلي في بيته أو يصلي في مكتبه أو يصلي في متجرة أما يصل صلاة بصلاة هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر